اخبارنا الميدانية من ريف دمشق حيث تم القضاء على معظم افراد عصابة ارهابية تابعة لما يسمى بدرع العاصمة قرب سنتر القاسمي في مدينة حرستة وعريفة من الارهابيين القتلى ارهابي يلقب بابو هيسم احد متزاعمي ما يسمى بدرع العاصمة وفي حلب وريفها احبطت بواسل قواتنا لمحاولات العصابات الارهابية لاعتداء على مطار منغ وقضوا على اعداد من الارهابيين ودمروا مدافع هاوين وسيارة مصفحة واخرى مزودة برشاش عند مقبرة منغ وقريتين عندقنة والعلقمية وفي محيط سجن حلب المركزي تصدب واسلنا لمحاولات الارهابيين الهجوم على السجن وقضوا على اعداد كبيرة منهم من بينهم رامي قاذف صاروخ استينجر ودمروا راجمة صواريخ ومدفع هاوين في حيلان وسيارة مزودة برشاش دوشكا عند تلة المضافة قرب السجن كما تم القضاء على اعداد من الارهابيين وتدمير الياتهم عند المناشر ومعمل البراغي في خان العسل وفي منطقة الليرامون وعند دوار بعيدين ومنطقة الاشارات وسوق الفستق استهدفت بواسل قواتنا اوكار للارهابيين وقضوا على اعداد منهم كما الحقت وحدات من جيش نلباس الخسائر فادحة في صفوف العصابات الارهابية في دير الزور وريفها اسفرت عن تدمير سيارتين مزودتين برشاشات ثقيلة وذكر مصدر مسؤول انه تم الاشتباك مع عصابات ارهابية مسلحة في حي المطار القديم بمدينة دير الزور وتم اقاع معظم افرادها قتلى من بينهم المدعو زكريا جمع العبوش من مجموعة تسمي نفسها كتيبة الانصار واضاف المصدر ان وحدة من جيش نلباسل دمرت اسلحة وذخيرة عند دوار السيوف وفي قرية المريعية في ريف المحافظة تم القضاء على عدد من الارهابيين حاولوا الاعتداء على مطار دير الزور من بينهم المدعو علاء الريحاني وفي ريف ادلبس ادرت قواتنا الباسلة اجهزة اتصال تركية وقواذف ار بي جي ومناظير ليلية وكمية من المتفجرات وادوية صبية مسروقة داخل وكرا لعصابة ارهابية قرب مشروع قناة الترعى بريف ابو الظهور وقضت على عدد من ارهابي جبهة النصرة كما دمر بواسلنا اوكارا للارهابيين في الجانودية ومعرط مصرين وتفتناز وجبل الاربعين وقضوا اعلى اعداد منهم وفي ريف اللاتقية الشمالي تم القضاء على اعداد من ارهابي جبهة النصرة من بينهم جنسيات اجنبية وتدمير مستودعين يحتوي على صواريخ رشاشات ثقيلة ايضا في قرى الامريج والخضراء وبرج زاهية ومدارس الربيعة والدرة وعرف من الارهابيين القتلى التونسي زهير الصمدي والارهابيين المصريين صبح الانفوشي وعياش الشاعري والليبي رؤوف الزبيدي وفي قرى جب الاحمر وشلف والكوم الفوقاني دمر بواسلنا مستودع اسلحة يحتوي كميات كبيرة من القواذف المضادة للدروع والرشاشات الثقيلة وقضوا على اعداد من الارهابيين عرف منهم ماهر عليو وخالد مكي وبرهان السلوم وعزام علو وعمر الطريفي والارهابي الفلسطيني توفيق الخزعلي وفي درع واريفها قضى بواسلنا وقوات حفظ النظام على عدد من افراد العصابات الارهابية في درع البلد عرف منهم قاسم عياش في الغارية الغربية والشبرق وسحم الجولان تفص والحراك والحارة تم القضاء على اعداد من ارهابي جبهة النصرة تدمير اوكارهم وتفكيك عبوات الناس فزرعها الارهابيون لاستهداف السيارات العابرة ومن بين الارهابيين القتلى محمد السمرة ومحمد قاسم الزعبي وصلاح الدين الشوحة نصر بشير التركمان